يدخل الإسرائيليون السودان تحت جناح العسكر وزير الخارجية الإسرائيلية إلي كوهين في الخرطوم مستغلا هو ومنضيفه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الأزمات التي تعصف بالبلاد مشهد يزعز علاءات الخرطوم الثلاثة الشهيرة تتبدل الأولويات اليوم على نقيد ما خرجت به جامعة الدول العربية من الخرطوم عام سبعة وستين لتتحول لا إلى نعم نعود من الخرطوم بنعم ثلاث مرات للسلام والمفاوضات والاعتراف بإسرائيل إن اتفاق السلام مع السودان سيوقع هذا العام وتل أبيب قدمت مسودة اتفاق إلى السودان وستوقع بعد تألف الحكومة المدنية في هذا البلد اتفاق في واشنطن وبمباركتها من المقرر أن توقعه الحكومة المدنية المقبلة بعد تسلمها السلطة عبر عملية سياسية يجري العمل عليها حاليا في المقابل تعارض شريحة واسعة من السودانيين هذه الاتفاقيات واللقاءات التيار الإسلامي العريض أبرزها وهو تيار مؤلف من عشرة أحزاب بيان شديد اللهجة وجهه التيار إلى البرهان شدد فيه على أنه لا يحق لجهة أن تبث القضايا المفصلية من دون تفويد شعبي كما حذر السلطة الانتقالية الحاكمة التي وصفها البيان بالفقيدة للتفويد من مغبة المضي في هذا الطريق الخاسر يعود الخلاف حول التطبيع وسط انقسام كبير في المشهد السياسي السوداني انقسام يستغله البرهان وفق مراقبين لتسريع وطيرة الاتفاقيات مع إسرائيل لضمان استمرار نفوذه السياسي حتى بعد مغادرته منصبه في مجلس السيادة وعودته إلى حضن الجيش كما وعد غير مرة اشتركوا في القناة